الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فدرس اليوم عن البدعة وسنتكلم في هذا الدرس بحول الله وقوته عن تعريف البدعة أنواع البدعة الدينية حكم الابتداع في الدين خطر الابتداع في الدين أسباب ظهور البدعة في المسلمين ثم نتكلم عن موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ونختم بعد ذلك بذكر نماذج من البدع المعاصرة تعريف البدعة البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله تعالى إلى العباد وأما البدعة في الاصطلاح الشرعي فهي مخالفة ظاهر التشريع من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس وقد سبق الكلام على هذه المصطلحات في الدروس الأولى أقسام الابتداع إن قسم الابتداع إلى قسمين فهناك ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة في الأمور الدنيوية وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة وأما القسم الثاني فالابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف فلا يتجاوز الكتاب والسنة وإلا كان استدراكا على الشرع وهذا مردود وحرام قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أنواع البدع الدينية البدعة في الدين نوعان النوع الأول بدعة قولية اعتقادية وذلك كمقالات الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة وسائر الفرق الضالة والنوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله تعالى بما لم يشرع وهي أنواع كثيرة ومن أنواعها ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما أو عيدا أو أي عبادة أخرى لم تشرع ومنها ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة رابعة في صلاة المغرب ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة وكالتشديد على النفس بالعبادات حتى يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كمن يخصصون يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيص هذا اليوم بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل حكم الابتداء في الدين الابتداء في الدين محرم وهو ضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة فقد يكون كفرا أو وسيلة من وسائل الشرك أو فسقا اعتقاديا أو معصيه خطر الابتداء في الدين البدعة كما قال العلماء بريد الكفر وهي زيادة دين لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله والبدعة شر من المعصية الكبيرة والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعصية الكبيرة لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها وأما المبتدع فيفعلها ويعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها والبدعة أيضا تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة والبدعة تباعد عن الله تعالى وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها أسباب ظهور البدع في المسلمين أسباب ظهور البدع كثيرة فمنها الجهل بأحكام الدين وكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشل الجهل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا ومن أسباب ظهور البدع اتباع الهوى وذلك بالإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع ومن أسباب ظهور البدع التعصب لآراء الرجال التعصب لآراء الرجال يحول بين المرء وبين اتباع الدليل ومعرفة الحق قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا وهذا هو شأن المتعصبين في كل زمان ومكان ومن أسباب ظهور البدع التشبه بالكفار وهو من أشد ما يوقع في البدع نسأل الله العافية